شهد ميدان الشهداء بمدينة تعز عصر الجمعة مبارأة ودية بين قدامى لاعبي عدن وقدامى لاعبي تعز بأجواء فرائخية واستفشار بالمستقبل فبحسب قول الجمهور الرياضة تجمع ولا تفرق نحن شعب واحد من الزمان ورياضيا في فترة الانفصال كأننا موجودين سواء لاعبين في تعز من عدن أو لاعبين في عدن من المحافظة الأخرى اللاعبين الموجودين الآن هم لاعبين الزمن القميل الرياضة عبدالإلهة الكابتن نوفا الأمين الكابتن فيصل سعاد سمير ملاطف بلاب والآخرين يعني زمراء اللعبوا في فترة الثمانينات وفترة التسعينات عرف أبناء عدم ببساطتهم ودماثة أخلاقهم وتعاملهم الراقي والأميق مع كل أبناء تعز انتهت المبارأة بهدفين الواحد لصالح فريق تعز الذي أصر إلا أن يهدي الكأس لإخوانه القادمين من عدن نحن سعداء على الزيارة هذه وعلى الضيافة وعلى الشعب هذا الشعب اليمني الطيب العصيل شعب تعز ونحن نحبكم من قلوبنا والله إننا نحبكم من قلوبنا مثل ما تحبون نحن نحن نحبكم ونحن شعب واحد ويمن واحد وما في بيننا أي شيء إن شاء الله واليمن في قلوبنا كان الفوز من نصيب فريق تعز إلا أننا أصرينا وأبينا إلا أن نهدي الكأس لأشقة أنا عمالقة كرة القدم في الزمان القميل وفي الكرة العدنية وإن شاء الله تتكرر مثل هذه الزيارات ونشكر من قام على هذه الفعالية انتهت المبارأة بفوز قدام لاعب تعز وبروح الرياضية وبسمة علت وجوه الجميع انتهى يوم من الألفة والمحبة والرياضة في تعز لتبدأ الاستعدادات للذهاب إلى عدن مدينة أبناء تعز الثانية كما قال أبناء عدن محمد يوسف لقناة سهيل تعز